يقول أنا وأخر الوتر وأقوم آخر الليل وأحيانا يؤذن علي الأذان وأنا في الركعتين اللي قبل الوتر أخففها وبعدين أصلي الوتر والمؤذن ما زال يؤذن ما حكم ذلك أخوي سعيد بارك الله الوتر في الراجح من قول أهل العلم ينتهي بطلوع الفجر وعلامة طلوع الفجر الأذان أذان الفجر الذي يحرم على الصائم أن يأكل حينما يؤذن هذا الأذان واضح؟ هناك قول طبعا بأن الوتر يمتد إلى صلاة الفجر وهذا قول عليه بعض الصحابة وبعض السلف الصالح رضي الله عنهم لكن الراجح قول جماهر أهل العلم إلى أنه ينتهي بهذا الوقت لكن لو أن إنسان مثل حالتك وتفاجأ وهو يصلي وإذا المؤذن يؤذن ما في بأس لو أنه صلى وكمل حتى لو المؤذن يؤذن أو أنه بعد الأذان بقليل بعد الأذان بقليل صلى لأنه صلى جمع من الصحابة ما بين الأذان والإقامة صلاة الوتر بعض العلماء يقول ما بلغهم الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن عموما لو حصلك أحيانا ما في بأس لكن تنتبه مستقبلا بضبط الوقت بأنك ما تصلي الوتر إلا وقد يعني ما تنتهي من الوتر قبل أذان الفجر تنتهي من الوتر قبل أذان الفجر تنتهي من الوتر قبل أذان الفجر